هكذا عادت وطحى زوجة الشهيد خالد الحسن الذي أعدمه التنظيم الإرهابي من بيت الزوجية إلى بيت العائلة ولكن هذه المرة مع عبء تربية ولدين لم يفقها معنى فقدان والدهما أول ما خطف زوجي صر يحكي معي أول واحد عمر المئة أنه جوزك معنا وهو بأمان وما تخوفه بعدين صر يتوصل معنا أبو بكر الظلم الذي مارسه داعش على الأسرة الثمانية من المؤسسة العسكرية الذين خطفهم إبان معركة عرسال في الثاني من آب عام 2014 رفقه أبشع أنواع الابتزاز لذويهم كان أبو بكر الرقوي يبتزني يعني مثلا عطيني بدك تجيبي لي كارت تليفون كبير عنا طالج ما فيني أمرأة أنا جيب كارت تليفون بخلي قي تحكي مع جوزك كنا أنا رح تجيبت له من عشي كارت تليفون وبعدت له يا أساس أني يحكي مع جوز يعود بعدين طلعوا فيديو العساكر مصفوفين وبدن يتبحهم شايفوا الولاد شايفوا الفيديو أسر فيهم صار الصبي بدو يتبح أخته مثلهم مسك السكي ساحب سكين عليها بدو يتبحين ومثل داعش منو عم بيتبح العساكر لما خطلوا الولاد انبسط فين كتير وعبطوا وصار يبكى أنه الولاد صغار وكان هو فرحان فين كتير وعبط الولاد وصار يبكى ما كان إلو قلب عم يتركوا هو بيت آخر في أقصى شمال لبنان هدم تنظيم الدولة الإسلامية عاموده ليسقط ليتم على رأسي الطفلين مقبل وآزاد الذين يعيشان سعادة كبيرة بقيادة لعبتيهما قبل أن يقودهما العمر إلى إدراك التعاسى التي عاشتها والدتهما